أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعان القوات الروسية شنت هجمات في دونياتسك وزاباروجيا وخيرسون وغيرها من الاتجاهات وضربت أفرادا ومدرعات ومعدات أخرى للقوات الأوكرانية كما أسقطت القوات الجوية الروسية طائرة مقاتلة أوكرانية من ترازي ميك تسعة وعشرين واعترضت قوات الدفاع الجوية الروسية ثلاثة عشر صاروخا أطلقتها أنظمة هيمارس تابعة للقوات الأوكرانية كما أسقطت عددا من الطائرات الأوكرانية دون طيار في اليوم نفسه قال الجيش الأوكراني أن قواته صدت عدة هجمات قم بها الجيش الروسي خلال ساعات الأربع والعشرين الماضية في كرسني ليمان وبخموت وغيرها من الاتجاهات وضربت القوات الجوية والقوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية أهدافا روسية متعددة وفيما يبدو أنها إشارة لفكرة الانسحاب من مدينة بخموت قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في مؤتمر صحفي في بولندا إن قوات بلاده تواجه موقفا عصيبا للغاية في بخموت لكن كييف ستتخذ قرارات متنسبة لحمايتها إذا خاطرت بالتعرض للتطويق بالكامل من القوات الروسية ترجمة نانسي قنقر